تحت هذه الجبال تنمو تعز وتستيقظ ومثل هذه الجبال تبدو أثقال الزمن على صدر هذه المدينة التي زرعت أنفاسها في رئة الحرية وتحت ضلوع المقاومة فحاولت كل الأنظمة كسرها أكثر من عامين على انطلاق عاصفة الحزم لاستعادة الدولة المخطوفة عامان وأكثر هي أيضا عمر الجريمة التي تتراكم على مدينة تعز وترسم معالمها على هذه المباني المدمرة وأرقام الضحايا التي ترتفع يوما بعد آخر فيما المناطق المحررة من المدينة لا تزال مسرحا لاجتباكات عنيفة بين الفصائل المختلفة المحسوبة على المقاومة تعز المأساة المركبة الواقعة بين ثنائية الاجتياح والخذلان لا عنوين واضحة هنا ولا إجابات لما تريده ميليشيا الحوثي من قصفها المستمر على تعز ولا الثمن الذي يجب أن تدفعه ليرضى عنها التحالف والشرعية من أجل خلاصها فهل أصبحت تعز بوابة للأقطاب المختلفة والمتصارعة وحلبة للخصوم لتصفية حساباتهم عشرون ضحية من المدنيين النازحين بين قتيل وجريح جراء ثلاث غارات لطائرات التحالف التي استهدفت تجمعهم في مديرية موزع فيما قيادة الميليشيا يتجولون في مركباتهم وعلى الزوارق البحرية بحريات وأمان يعود السؤال مرة أخرى لماذا انطلقت عصفة الحزم في اليمن؟ أم من أجل إنقاذ اليمن وشعبه؟ أم لتكريس وتقاسم الجرائم والضحايا مع ميليشيا الحوثي وصالح؟ شكرا